بحثت برسالة مطولة وغاية ما فيها السؤال عن ذكاة الحني هل هي واجبة أو لا؟ جزاكم الله خيرا ذكاة الحني الذي يستعمل فيه خلال فيناه للعلم الأكثر على عدم وجوب الزكاة فيه نظرا لأنه من المستعملات كالملابس والمآكل والمشارب والمساكن والمراكب هو من الأموال التي لا تعدي للنمو والتجارة وإنما تعدي للإستعمال ليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم ونهب بعضهم إلى وجوبها فيه أخلا للعمومات وبأحاديث وردت بخصوص أخراج الزكاة من الحني ولأهل العلم هي كلام ونظر طويل وعلى كل حال من أحب براءة رمته والخروج من الخلاف إنه مزكي الحني